الحياة والنهاية الحزينة لكلينتا استيوود ولد كلينتا استيوود كلينتون استيوود جونيور في الحادي والثلاثين من مايو 1930 في مستشفى سانت فرانسيس ميموريال في سان فرانسيسكو كاليفورنيا لروث وكلينتون استيوود أطلق ممرضات المستشفى على استيوود لقب شمشون لأنه كان يزن أحد عشر رطلنا وستة أنصات خمسة فاصل اثنين كجم عند الولادة لديه أخت صغرى جين بيرنهارد التحق استيوود بمدرسة بيدمونت المتوسطة حيث تم تأجيله بسبب الدرجات الأكاديمية السيئة وتشير السجلات إلى أنه كان عليه أيضا الالتحاق بالمدرسة الصيفية من يناير 1945 حتى يناير 1946 على الأقل التحق بمدرسة بيدمونت الثانوية ولكن طلب منه المغادرة لكتابة اقتراح فاحش إلى مسؤول المدرسة على لوحة النتائج الميدانية الرياضية ولحرق دمية على حديقة المدرسة بالإضافة إلى مخالفات المدرسة الأخرى كانت الأوقات القاسية كلينت استيوود صامتة فقط هل نفد صبرنا بالرغم من الظروف فقط أحب فقط حلم لكن لا تعرف أبدا كيف تحب شخصا ما فقط تعتاد عليهم لا شيء أكثر من الكلمات يتمتع استيوود بالعديد من العلاقات غير الرسمية والخطيرة متفاوتة الطول والشدة طوال حياته والتي تداخل العديد منها بعد فترة وجيزة من لقائه بزوجته المستقبلية ماغي جونسن في موعد أعمى في ربيع عام 1953 كان لاستيوود علاقة نتج عنها ابنة لوري التي تبنها كلايد وهيلين وارين من سياتل واصل استيوود علاقاته عندما تزوج من جونسن بما في ذلك اتصال 1959 إلى 1973 مع البهلوانية روكسان تونس التي أنجبت ابنة كيمبر كان لديهم طفلان كايول وأليسون في عام 1975 بدأ استيوود والممثلة المتزوجة سوندرا لوك العيش معا ادعى لوك أن استيوود غنت لها جعلتني أحادية الزواج وأسرها بأنه لم يكن في حالة حب من قبل كل وعد الأن لم يعد يحمل بعد الأن الاضطرار إلى الاعتماد على الأخرين للاعتماد عليهم في المستقبل سيكون هناك كل شيء لسوء الحظ لا توجد طريقة لفرض ذلك بعد تسع سنوات من تعايشهما طلق استيوود رسميا ماغي جونسن لكن لوك ظل متزوجا من زوجها جوردون أندرسون لبقية حياتها في علاقة غير معلنة أنجب استيوود طفلين يتيماني بشكل قانوني سكوت وكاترين مع جاكلين ريفز مضيفة طيران عندما انفصل لوك واستيوود في عام 1989 رفع لوك دعوة قضائية في أوائل إلى منتصف التسعينيات كان لإستيوود علاقة مع الممثلة فرانسيس فشر التي أنجبت ابنة فرانشيسكا تزوج استيوود للمرة الثانية في عام 1996 من مذيعة الأخبار دينا رويز التي أنجبت ابنتهما مورغان في نفس العام استمر زواج رويز واستيوود حتى عام 2013 وقد شهد مع نساء أخرية منذ ذلك الحين في مايو 1954 قام استيوود بأول اختبار حقيقي له لام سيكس بريجز توكروس لكن جوزيف بيفني رفضه بعد العديد من الاختبارات غير الناجحة حصل في النهاية على دور ثانوي من قبل المخرج جاك أرنولد في فيلم ريفنج أوف دا كريتشر وهو تكملة للمخلوق الذي تم إصداره مؤخرا من بلاك لكون في سبتمبر 1954 عمل استيوود لمدة ثلاثة أسابيع في فيلم ليدي جوديفا أوف كفينتري للمخرج آرثر لوبين وفاز بدور في فبراير 1955 حيث لعب دور جونزي وهو بحار في فرانسيس في البحرية وظهر غير معتمد في فيلم جاك أرنولد طارنتولا حيث لعب الطيار سربين قدم له يونيفرسل دوره التلفزيوني الأول في الثاني من يوليو 1955 على قناة NBC ألن في موفيلاند في عام 1958 تم اختيار استيوود في دور رودي يتيز لسلسلة CBS الغربية التي تستغرق ساعة طويلة من الجلد الخامي وهو الإنجاز الوظيفي الذي سعى إليه منذ فترة طويلة بدأ التصوير في ولاية أريزونا في صيف عام 1958 وقد استغرق الأمر ثلاثة أسابيع فقط حتى وصل فيلم راويد إلى أعلى عشرون تصنيفا في التلفزيوني وعلى الرغم من أنه لم يفز مطلقا بجائزة إيمي إلا أنه حقق نجاحا كبيرا لعدة سنوات وبلغ ذروته في المرتبة السادسة بين التصنيفات أكتوبر 1960 وأبريل 1961 كانت سنوات الجلود الخام من 1959 إلى 1965 من أكثر سنوات مهنة استيوود قصوة وغالبا ما كانت تصور ستة أيام في الأسبوع بمتوسط 12 ساعة في اليوم لكن بعض المخرجين ما زالوا ينتقدونه لأنه لم يعمل بجد بما فيه الكفاية بحلول أواخر عام 1963 بدأ راويد في الانخفاض في التصنيفات ويفتقر إلى الحداثة في النصوص تم إلغاؤه في منتصف موسم 1905 إلى 1966 قام استيوود بأول محاولته في الإخراج عندما صور عدة مقطورات للعرض لكنه لم يتمكن من إقناع المنتجين بالسماح له بإخراج حلقة في الموسم الأول من العرض حصل استيوود على 750 دولار للحلقة في وقت إلغاء راويد طلق 119 ألف دولار للحلقة كتعويض نهاية الخدمة أثبت فيلم أي فستفول أوف دولارز أنه علامة بارزة في تطوير سباغتي ويسترنز وجعل نجاح الفيلم استيوود نجما رئيسيا في إيطاليا وأعيد توظيفه للمشاركة في بطولة مقابل بضعة دولارات أخرى ثلاثية الدولار لم تصدر في الولايات المتحدة حتى عام 1967 حقق الثلاثة نجاحا تجاريا لا سيما ذا جود وذا باد وذا أغلي الذي حصل في النهاية على ثمانية ملايين دولار من أرباح الإيجار وحول استيوود إلى نجم سينمائي كبير تم تصنيفه لأول مرة في استطلاع كيغل ستوبت صنع المال في عام 1968 في المركز الخامسي قبل إطلاق سراح هانج أم حي كان استيوود قد بدأ بالفعل العمل في كوغانز بلف حول نائب عمدة أريزونا يتعقب مجرما سيكوباتيا مطلوبا عبر مدينة نيويورك تم لما شمله مع يونيفرسل ستوديوس من أجل ذلك بعد تلقي عرض بقيمة مليون دولار أكثر من ضعف راتبه السابق رتب جينينغز لانج لإستوود للقاء دون سيجل مدير عقود يونيفرسل الذي أصبح فيما بعد صديق المقرب لإستوود وشكل شراكة استمرت لأكثر من عشر سنوات وتنتج خمسة أفلام تفرع استوود بعد ذلك ليصبح نجما في المسرحية الموسيقية الوحيدة في حياته المهنية بانيور واغون لم يكن الفيلم نجاحا نقديا أو تجاريا ولكن تم ترشيحه لجائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم موسيقي أو كوميدي لعب استوود مرة أخرى دور شخص غريب غامض غير حليق يرتدي سترة شبيهة بالسيراب ويدخن سيجارا على الرغم من أنه تلقى مراجعة معتدلة فقد تم إدراج الفيلم في دليل نيويورك تايمز لأفضل ألف فيلم على الإطلاق وصلت مسيرة استوود المهنية إلى نقطة تحول في عام 1971 وقد وصف هاري القذري بأنه أكثر شخصية لا تنسى في استوود وقد نسب للفيلم الفضل في اختراع النوع الشرطي السائبي بعد أن احتل المركز الثاني على مدار العامين الماضيين تم التصويت على استوود لأول مرة في استطلاع كويجلي لأفضل عشرة نجوم لكسب المال في عام 1972 ومرة أخرى في عام 1973 كان أول فيلم غربي لإستوود كمخرج هو حيب لينز دريفتر والذي قام ببطولته أيضا كان للفيلم موضوع أخلاقي وخارق للطبيعة تمت محاكاته لاحقا في فيلم بالي ريدر تتبع المؤامرة شخصا غريبا غامضا يصل إلى بلدة غربية مزدحمة حيث يستأجره الناس لحماياتهم من ثلاثة مجرمين سيتم إطلاق سراحهم قريبا بعد ذلك حول استوود انتباهه نحو فيلم بريزي وهو فيلم يدور حول ازدهار الحب بين رجل في منتصف العمر وفتاة في سن المراهقة حصلت كايلينز على جزء بريزي لأن لوكي في سن 29 كان بالقرب من ضعف عمر الشخصية تم تصوير الفيلم بسرعة وكفاءة من قبل استوود وفرانكا ستانلي وحصل على مليون دولار بأقل من الميزانية وتم الانتهاء منه قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لم يكن بريزي نجاحا نقديا أو تجاريا كبيرا تعاونت استوود مع جيف بريجز وجورج كينيدي في فيلم كبر الصديق ثاندربولت ولايتفوت لاحظ النقاد تمثيله ولكن طغت عليه بريجز الذي تم ترشيحه لجائزة الأسكار لأفضل ممثل مساعد يقال إن استوود غاضب من عدم الاعتراف بجوائز الأسكار له وأقسم أنه لن يعمل من أجله أبدا استند فيلم استوود التالي The Air Sanction على رواية تجسس تريفانيان التي نالت استحسانا كبيرا والتي تحمل الإسم نفسه في هذه العملية يجب أن يتسلق الوجه الشمالي لنهر أيغر في سويسرا في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر على الرغم من التحذيرات السابقة حول مخاطر السفينة أيغر تعرض طاقم الفيلم لعدد من الحوادث بما في ذلك وفاة واحدة على الرغم من الخطر أصر استوود على القيام بكل ما لديه من التسلق والمثيرة عند الإصدار في مايو 1975 كانت عقوبة أير ناجحة بشكل هامشي من الناحية التجارية حيث تلقت 14.2 مليون دولار في شباك التذاكر وإكتسبت أيراء متباينة ثم عرض على استوود دورة بن يمين الويلرد في فيلم أبوكاليفز نو للمخرج فرانسيس كوبولا لكنه رفض لأنه لم يرغب في قضاء أسابيع في موقع في الفلبين كما رفض دورة زعيم فصيلة في فيلم حرب فيتنام جوتيل ذا سبارتانز من تيد بوست وقرر بدلا من ذلك إنتاج فيلم ديرتي هاري الثالث ذا انفورشر كان الفيلم الذي بلغ ذروته في تبادل لإطلاق النار في جزيرة الكاترازي أقصر بكثير من أفلام ديرتي هاري السابقة في 95 دقيقة لكنه حقق نجاحا تجاريا كبيرا حيث حقق 100 مليون دولار في جميع أنحاء العالم ليصبح فيلم استوود الأعلى ربحا حتى الآن في كل طريقة ولكن فطفاض لديه دور كوميدي غير معهود شخصيته في لوبيدو هو سائق شاحنة ومشاكس يجوب الغرب الأمريكي بحثا عن حب ضائع برفقة صديقه المقرب أورفيل بوغز وإنسان الغاب يدعى كلايد أثبت الفيلم نجاحا مفاجئا عند صدوره وأصبح أكثر أفلام استوود نجاحا تجاريا حتى ذلك الوقت من وجهة نظر النقادي احتل المرتبة الأولى بين نجاحات شباك التذاكر في حياته المهنية وكان ثاني أعلى فيلم في عام 1978 تألق استوود في فيلم اسكاب فروم الكاتراز آخر أفلامه من إخراج سيغل لقد استند إلى القصة الحقيقية لفرانك لي موريس الذي هرب مع جون وكلارنس أنجلين من سجن الكاتراز الفيدرالي سيء السمعة في عام 1962 قام استوود بغزوته الوحيدة في الإخراج التلفزيوني مع حلقة أميزينج ستوريز فانيسا في الحديقة والتي قام ببطولتها هارفي كيتل والوكي كزوجين كان هذا أول تعاون له مع ستيفن سبلبرغ الذي شارك لاحقا في إنتاج أعلام آبائنا ورسائل من إوجيما تألق استوود في فيلم The Dead Pool الفيلم الخامس والأخير في سلسلة ديرتي هاري كان مهتما دائما بموسيقى الجاز فقد أخرج فيلم بيرد وهو سيرة ذاتية من بطولة فورست ويتاكر كموسيقى الجاز تشارلي بيرد باركر عازف الساكسفون آلت جاكي مكيلين وسبايك لي حصل استوود على جائزة جولدن جلوب عن الفيلم جائزة سيسيل بي ديميل لمساهمته مدى الحياة وجائزة أفضل مخرج ومع ذلك كان بيرد فاشلا تجاريا حيث كسب 11 مليون دولار فقط وهو ما عزى استوود إلى انخفاض الاهتمام بموسيقى الجاز بين السودي تم ترشيح الفيلم لتسع جوائز أكاديمية بما في ذلك أفضل ممثل لاستوود وأفضل سيناريو أصلي لديفيد ويب الشعوب وفاز بأربع جوائز بما في ذلك أفضل صورة وأفضل مخرج لإستوود في يونيو 2008 تم تصنيف يونفورجفن على أنه رابع أفضل غرب أمريكي خلف شين، هينون، والباحثون في قائمة أفضل عشر أفضل عشر في معهد الفيلم الأمريكي لعب استوود دور عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي يطارد قاتلا ساديا في فيلم الإثارة بلاد ويرك استنادا إلى رواية عام 1998 التي تحمل نفس الإسم من تأليف مايكل كونيلي كان الفيلم فشلا تجاريا، حيث حقق أرباحا بلغت ستة وعشر فاصل اثنين مليون دولار فقط بميزانية تقديرية قدرها خمسون مليون دولار وتلقى مراجعة متباينة، حيث وصفت روتين توماتوز الفيلم بأنه جيد الصنع ولكنه شابه سرعة بطيئة، ومع ذلك، فاز استوود بالجائزة الرقمية لمهرجان المستقبل السينمائي في مهرجان البندقية السينمائي عن الفيلم قام استوود بإخراج وتسجيل الدراما الإجرامية نهر ميستك وهو فيلم يتناول مواضيع القتل واليقظة والاعتداء الجنسي وبطولة شون بن وكيفن بيكون وتيم روبينز أشاد النقاد بالفيلم وفاز بجائزتين من جوائز الأسكار لأفضل ممثل لبين وأفضل ممثل مساعد لروبينز مع حصول استوود على ترشيحات لأفضل مخرج وأفضل فيلم حقق الفيلم 90 مليون دولار محليا بميزانية 30 مليون دولار في عام 2003، حصل استوود على جائزة أفضل مخرج للعام من قبل الجمعية الوطنية لنقاد السينما في العام التالي، وجدت استوود المزيد من الإشادة من النقاد مع طفل المليون دولار فازت دراما الملاكمة بأربع جوائز أوسكار لأفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة وأفضل ممثل مساعد في سن 74، أصبح استوود أكبر مخرج من بين 18 مخرجا أخرج اثنين أو أكثر من الفائزين بجائزة أفضل فيلم حصل أيضا على ترشيح لأفضل ممثل بالإضافة إلى ترشيح جرامي لنتيجته وحصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل مخرج والتي قدمتها له ابنته كاثرين التي كانت ملكة جمال جولدن جلوب في حفل 2005 سكوت من صحيفة نيويورك تايمز أشاد بالفيلم باعتباره تحفة فنية وأفضل فيلم في العام أخرج استوود فيلمين عن معركة آيو جيما في الحرب العالمية الثانية وصدر في عام 2006 الأول، أعلام آبائنا، تلاه رسائل من آيو جيما كان فيلم رسائل من آيو جيما أول فيلم أمريكي يصور قضية حرب بالكامل من وجهة نظر عدو أمريكي تلقى كلا الفيلمين إشادة من النقاد وحصل على عدة ترشيحات في حفل توزيع جوائز الأسكار التاسع والسبعين بما في ذلك أفضل مخرج وأفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلين للرسائل من آيو جيما في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب رقم أربعة وستون تلقى استوود ترشيحات لأفضل مخرج في كلا الفيلمين فازت رسائل من آيو جيما بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية قام استوود بعد ذلك بإخراج تشينجلينج استنادا إلى قصة حقيقية حدثت في أواخر عشرينيات القرن الماضي لقى الفيلم استحسانا كبيرا حيث وصف دامون وايز أوف إمباير التغيير بأنه لا تشوبه شائبة بالنسبة للفيلم تلقى استوود ترشيحات لأفضل النقاط الأصلية في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب رقم ستة وستون وأفضل إخراج في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام اثنان وستون ومدير العام من دائرة نقاد السينما في لندن أنهى استوود أربع سنوات من فجوة التمثيل التي فرضها على نفسه من خلال الظهور في جيران تورينو والذي أخرجه وأنتجه وسجله جزئيا مع ابنه كيل وجيمي كولوم جاءت النزهة الثلاثين لاستوود مع فيلم إنفكتوس وهو فيلم يستند إلى قصة فريق جنوب إفريقيا في كأس العالم للرجبي عام 1995 وتم ترشيح استوود لأفضل مخرج في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب رقم سبعة وستون هذا هو أكثر ما يلفت انتباهك وسوف يستمر تفانيك في هذه السنوات وستكون ذكرى جميلة